أهلاً بيكو يعني لو تكلمنا عن المجهود اللي قامت بيه الدولة يعني خلال سنوات معدودة وقليلة جداً للقضاء على أزمة من أكبر الأزمات اللي كنا بنواجهها وهي أزمة المناطق الخطرة بتشوف إزاي يعني هذا المجهود اللي تم خلال هذه الفترة الوجيزة ويعد مجهود خارق للعادة لأن في زمن قصير قدرنا أن احنا نعمل عملية استرجاع من المطلوب توفيره من وحدات سكانية للشعب خاصة أن احنا بنتكلم في تعداد سكاني أكتر من مئة مليون نسمة طبعاً الاتجاه كان في الأول للظاهير الصحراوي والمدن التابعة بداية ثم دلوقتي مشروع دارة وإزاي نحن نحق حوالي نص مليون خمسمائة ألف وحدة سكانية على حدود 13 محافظة ومحافظة مهمة جداً والبداية بهذه المشروعات في حدود كل محافظة حوالي تقريباً خمسين ألف وحدة سكانية فده موضوع محتاج لدراسة ومحتاج لإمكانيات وخدمات علشان تحقق حياة كريمة وطبعاً المجودة اللي بتقوم به لوزارة الإسكان والدعمة من رئيسة الوزراء مهم جداً خاصة أن احنا دلوقتي في تحدي كبير لتحقيق مسكن للمواطن أو بالأحرى نواة العائلة تبتدي تتحقق بوجود مسكن ملائم ومسكن يحقق الرفاهية ليه كفرض موجود في المجتمع طب لما منتكلم عن تدخل الدولة العاجل ونجحها في إنهاء يعني هذه المناطق الخطرة بتشوف كمان يعني أهمية دا إيه ومرضوده كمان إيه على المجتمع وحضرتك أشارتي لشيء وبرضك عايزين نوضح للمشاهد الفرق ما بين مناطق آمنة ومناطق غير آمنة المناطق الآمنة اللي هي تبحقق فيها الأمان للفرد المجتمع وخاصة أن العاصمة أو اللي نقدر نقوله المحافظة لها حدود ومحدد بعيد عن المناطق الزرعية فنحن نوفر ليهم مسكن في مجتمع عمراني جديد هذا المجتمع يضم خدمات ليس مجرد سكن فقط ولكن خدمات هذه الخدمات تقدرنا تحقق ما يطلب المجتمع من خدمات مدرسية خدمات صحية خدمات أمنية طبعا دا بنقول عليها مجتمع وليد هذا المجتمع يحقق لأهالينا الشكل الملائم وفي نفس الوقت احنا داخلين على الفيجن بتاعة الفين خمسين فلابد أن احنا نحقق كلام دوت للمواطن وخاصة أن التعداد السكاني بيتزايد ليه الدولة أعطت أولوية للتعامل مع هذا الملف تحديدا كان واضح أنه كان فيه عجلة في التعامل معهم ما فيش وقت أن احنا ننتظر أكيد لأن احنا قريدي متأخرين قريدي متأخرين أن احنا بدينا بحياة كريمة بدينا بمشاريع أهالينا بدينا نبص للمواطن المصري المواطن المصري ده أهم حاجة بالنسباله المقوى الشلتر إزاي يلاقي مقوى يأمن فيه على عائلته خاصة أنت احنا بنقاطب مين خاطب الشباب الشباب اللي هو عمادة الدولة هو دولة المستقبل فوجود هذه المساكن لهم وتبقى في مكان ملائم وتتوفر له الخدمات من مية وتغزية وقهربة ده مهم جداً وده السيادة الرئيس حط معيار لي إزاي إن احنا نغطي عدد السكان من وحدات سكنية ملائمة ليهم طيب الفلسفة المعمرية إيه لانتهاجتها الدولة يعني أثناء التعامل مع ملف المناطق غير الأمنة والخطرة إحنا كده بنحط إدينا على أهم جداً اللي هو شخصية مصر شخصية مصر المعمرية إيه المبنى ده هيحقق إيه؟ هل الوحدة السكانية بتحقق متطلبات المواطن من حيث عدد غرف النوم المسكن والخدمات الموجودة وعدد الأدوار إيه هي اللي موجودة بحيث ما تسببش كسافة كبيرة على البنية التحتية فطبعاً ده تحط في الاعتبار مخطط يحقق هذا الكسافة البنائية بحيث ما يبقاش فيه نوع من زي ما يقول التضام لا فيه مساحات أو رئة قدرة ليه هذه المجتمع بحيث إنه هو ما يبقاش فيه نوع من الضد الكسافة العددية اللي كانت موجودة من سابق فعشان كده بنقول منطقة آمنة المنطقة الآمنة التي يتحقق فيها عناصر الأمان عناصر الراحة البيئة بحيث إنها تبقى فيها تهوية طبيعية فيها شكل معماري مناسب وملائم بحيث إنه هو يبقى فيه نوع من الانتقال وانتماء للمكان وانتماء للبيئة الموجودة ترجمة نانسي قنقر